متعلم اللغة العربية الخبير هو الذي يعرف كيف يتعلم اللغة العربية عن بعد اليوم سأحدثك عن نموذج المتعلم الخبير الذي يجعلك تستفيد من دورتنا ودروسنا هذه استفادة عميقة كبيرة أنا معكم الدكتور علي الخولي وهذا درس جديد من دروس المحادثة في اللغة العربية فأهلا ومرحبا بكم دورتنا هي دورة المحادثة أو مهارات المحادثة الأساسية وهي للمستوى المبتدئ الأعلى في هذا اليوم سأتحدث معكم عن الدرس اللاحق كيف نجعل الدرس اللاحق درسا متميزا درسا جيدا في البداية أريد أن أحدثكم عن نموذج المتعلم الخبير ما هو نموذج المتعلم الخبير؟ في كل درس تعرفون أنا أعطيكم كلمات وتعابير ونماذج ستتحدث على نمطها وأسئلة واضحة لتحضر الجواب لها لذلك قبل كل درس نجتمع هناك درس مسجل وهذا درس من الدروس المسجلة أعطيكم خمسة عشر دقيقة تقريبا تأخذون فيها الكلمات الجديدة التعبيرات الجديدة ونمط لكيف تتحدث باللغة العربية وكذلك تأخذ أسئلة حتى تبحث عن الأجوبة لهذه الأسئلة ثم في الدرس الثاني الذي سيكون بعد هذا الدرس سنجتمع معا سيكون درسا مباشرا الذين سيحضرون هذا الدرس ويسمعون هذا الدرس وإن لم يكونوا مشاركين فيه سيسمعون الأصدقاء يتحدثون بالعربية ويتابعون استعمال المفردات والتعابير أيضا والنماذج ثم بعد ذلك سيكون هناك اختبار مرافق لكل فيديو ماذا سمع ماذا حصل ما هي الكلمات التي سمعها سيكون هذا الاختبار مرافق لكل فيديو حتى يختبر نفسه ماذا استفاد من هذا الدرس الذي حضره اليوم سأعطيكم بعض التعابير الجديدة والتعبيرات الجديدة والمفردات الجديدة أيضا نأخذ نصا حتى نعرف كيف نتكلم باللغة العربية في الموضوع الذي سندرسه وبعد ذلك أعطيكم بعض الأسئلة التي ستجيبونني عنها في الدرس القادم أولا أنا تحدثت معكم من قبل أريد منكم أن نبني قاموسنا الشخصي وهذا مثال لقاموس شخصي يجب عليك أن تفعل مثله في العمود الأول كما ترى هناك الكلمة الجديدة ثم في العمود الثاني المرادف وفي العمود الثالث العكس وفي العمود الرابع الجمع وفي العمود الخامس المفرد للكلمة وفي العمود التالي الجملة جملة على هذه الكلمة وفي آخر عمود المعنى بلغتك وأنا لم أكتب هنا حتى أعطيك الحرية أن تكتب باللغة التي هي لغتك الأم هذا النموذج مهم يجب عليك أن تفعل مثله ويجب عليك أن تبني قاموسك الشخصي تستفيد من ذلك عندما تصل إلى مستوى عالي في اللغة العربية عندما تصل إلى مستوى B1 مثلا أو B2 وتجد أن عندك الكثير من الكلمات فستكون فائدة كبيرة وراء ذلك إذن ستأخذ فائدة كبيرة وتكون لك فائدة كبيرة عندما تصل إلى ذلك المستوى هذا الجدول فيه الكلمات التي سنستعملها في درسنا التالي ما هو موضوع الدرس؟ موضوع الدرس عن الجامعة عن عملك عن ذهابك إلى العمل سنرى بعد هذه الكلمات سندخل في موضوع الدرس ونأخذ نموذجا عنه الآن عندي هذه الكلمات آتي مرادف آتي أقدم أجيء وعكسها أذهب لا يوجد جمع ومفرد لأنه فعل والجملة آتي كل يوم إلى العمل في الصباح الكلمة الثانية أسكن مرادفها أقيم وعكسها أرحل وجملة أسكن في مدينة أنقرة الكلمة الثالثة مزدحم عكس هذه الكلمة فارغ والجملة السوق مزدحم جدا طريق طريق أيضا نقول شارع الجمع طرق والجملة الطريق من بيتي إلى عملي طويل الكلمة الخامسة أوفر بمعنى أجمع مرادفها أجمع وعكسها أصرف تقول أصرف نقودي والجملة أوفر النقود لشراء سيارة جيدة الكلمة السادسة مفيد ومرادفها نافع وعكسها ضار والجمع مفيدون إذا كانت للأشخاص بجمع مذكر سالم والجملة قراءة الكتب العربية مفيد لتعلم اللغة قراءة بالتاء المربوطة بعد الهمزة أستفيد أن تفع مرادفها أن تفع وعكسها أتضرر والجملة أستفيد من دروس اللغة العربية كثيرا هذه هي الكلمات المفتاحية التي سندخل بها إلى النص أما النص فهو عن شخص اسمه أحمد وأريد منك أن تتحدث أن تتكلم عن ذهابك للعمل مثل أحمد هيا نرى ماذا سيقول لنا أحمد تحدث عن ذهابك للعمل مثل أحمد هذا نص نموذجي أريد منكم أن تعرفوا من خلاله كيف نتحدث بجمل جيدة قوية يقول أحمد أنا أحمد أسكن في إسطنبول أنا طالب في الجامعة آتي إلى الجامعة بالحافلة أحتاج ساعة للوصول إلى الجامعة إسطنبول مدينة مزدحمة والطريق إلى جامعة طويل لذلك أستمع في الحافلة إلى بعض الدروس الصوتية وأحيانا أقرأ كتابا مفيدا ركوب الحافلات بتعب لكنه مفيد لي لأني أوفر النقود وأستفيد من الوقت في القراءة والاستماع في الحافلة هذا نص عن أحمد كما قلت الهدف من النص أن تنظر كيف تأخذ الكلمات الجديدة وتتكلم بها بصيغة صحيحة والآن أنت تستطيع بسهولة أن تتكلم تقول أنا مثلا خالد أسكن في مدينة أخرى أنا ممكن طالب ممكن عامل ممكن عمل أي عمل آخر آتي إلى الجامعة ممكن العمل بالحافلة ممكن تقول بالسيارة أحتاج ساعة للوصول إلى الجامعة ممكن تقول أحتاج عشر دقائق ممكن تذهب ماشيا إلى العمل أو إلى الجامعة إسطنبول مدينة مزدحمة أنت يمكن أن تقول مدينتك ما اسم مدينتك والطريق إلى جامعة طويل أنت يمكن أن تقول إلى عملي إلى شركتي إلى مكتبي لذلك أستمع في الحافلة إلى بعض الدروس الصوتية وأحيانا أقرأ كتبا أو كتابا مفيدا هذا ما يفعله أحمد أريد منك أنت ماذا تفعل في الطريق إلى العمال هذا مهم يجب أن تتكلم وتعبر عن نفسك ماذا تفعل هل تقرأ كتابا هل تسمع صوتا لكتاب لأغنية هل تشاهد فيلبا أو شيئا في التليفون ركوب الحافلات متعب لكنه مفيد لي لأني أوفر النقود وأستفيد من الوقت في القراءة والاستماع في الحافلة هذا فيما يتعلق بأحمد أريدك أن تصنع مثل ذلك سأسألك في اللقاء القادم عما ستكتب الآن بعد ذلك عبر عن عملك هنا بعض الأسئلة المفيدة التي ستصنع لها جوابا وستجيبني ربما تجيبني بتعليق مثلا ترسل لي بعض الأشياء المكتوبة وأنا سأنظر وأصحح وأعطيك تغذية راجعة لما كتبت الأسئلة ما عملك؟ لماذا اخترت هذا العمال؟ ما هو الشيء المميز في عملك؟ ما اختصاصك؟ في أي جامعة؟ في أي قسم تدرس؟ لماذا اخترت هذا القسم؟ ما الصعوبات التي تواجهك في دراستك؟ في عملك؟ ما المهن التي تريد أن تعمل بها مستقبلا؟ ولماذا؟ إذا وصلك هذا الفيديو أكتب لي الإجابات أصحح لك وأنظر وإذا دخلت معي إلى الدرس القادم أيضا أنتظر منك الإجابات وأجيبك عنها وأصححها لك أيضا هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني وهو التحضير للإجابات القسم الثالث والأخير العربية والمواقف تعرفون أن اللغة تحتاج أن نخرجها إلى الحياة أن نخرجها إلى مواقف صحيحة لا نجعلها فقط في كتاب لذلك اخترت لكم مواقفا تحدثوني ماذا ستفعلون بها هناك موقفا الموقف الأول سعيد يدرس في الثانوية ويريد منك نصيحة لاختيار الفرع المناسب في الجامعة هو من عائلة متوسطة الحال ويسكن في القرية ماذا تنصح سعيد؟ الآن أنت تحضر لي جوابا أنتظر منك إجابات صحيحة لأصحح لك هنا تبدأ اللغة العربية بهذا الأسلوب وهذه الطريقة التي تجعلك متفاعلا لا أن تشاهد بعض الكلمات التي تنشر أو بعض الأشياء التي ربما تسمعها وتمر هنا تعمل بيدك أنتظر منك عملا حتى أصحح لك وأفيدك في ذلك الموقف الثاني فكر أحمد بشراء سيارة ليذهب بها إلى الجامعة هو يدرس في السنة الثالثة في جامعة بعيدة عن بيته ويحتاج حافلتين للوصول إلى جامعته لكنه متردد بسبب التكاليف المالية بماذا تنصحه؟ هل تنصحه بشراء سيارة؟ هل تنصحه بترك هذه الفكرة؟ والذهاب إلى العمل أو إلى الجامعة بالحافلة بماذا تنصحه أن تظهر إجابة منك؟ وأريد في الختام أن أذكرك بإستراتيجية مهمة دائماً أنا أذكر بها وأعمل عليها وأريد منك أن لا تنساها أبداً وهي use, change, interact استخدم, غير, تفاعل كل ما تراه من كلمات ومن جمل ومن تعابير أريد منك أن تصنع عليها جملاً هكذا أنت تستخدم ثم أريد منك أن تغير في ضمائر مختلفة هكذا أنت تغير ثم أريد منك أن تتفاعل وتجعلها في حياتك أنت وترتبط بك أنت هكذا أنت تتفاعل مثال إذا تعلمت اليوم كلمة ماذا تعلمنا اليوم؟ فلننظر إلى الجدول حيث تعلمنا هنا الكلمات التالية مثلاً تعلمنا كلمة آتي أكتب جملة على كلمة آتي الآن أنت تستخدم آتي إلى العمل كل يوم طيب الآن غير أنا آتي هو يأتي يأتي صديقي إلى العمل تأتي زينب إلى العمل هكذا استعمل في ضمائر مختلفة وأشخاص مختلفين ثم بعد ذلك اجعل هذا على نفسك قل مثلاً آتي في الصباح إلى العمل أنا لا أتأخر إلى عملي أنا آتي إلى العمل كل يوم مبكراً قبل أصدقائي أنا أحب أن آتي إلى عملي مبكراً هكذا أنت تستعمل آتي 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 في شيء يتعلق بك بشكل خاص وتحقق هذه الاستراتيجية بشكل قوي في عملك هكذا هكذا نكون قد انتهينا ووصلنا إلى نهاية لقائنا هذا كما قلت هذا لقاء مسجل حتى ألتقي بكم إلى لقاء آخر اللقاء القادم سيكون لقاء حضوري مسجل أيضاً يضع ليستفيد منه الجميع هنا ألقاكم على خير في أمان الله تعالى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر